شكرا معلقنا كابتن نهاب رجب إذن انتهت أحداث الفترة الأولى أو الشوت الأول من المباراة الأهلي واسموحة الكرة اليد بفوز النادي الأهلي 16-6 في تفوق واضح منذ البداية حتى نهاية الشوت الأول يمكن طبعا زي ما حضراتكم عارفين المباراة كانت مهمة جدا نحن نتطمن على الفرقة بعد ما رجعنا يمكن آخر مباراة كانت 29 نوفمبر زي ما قلت لحضراتكم طيب خلينا نتكلم في بعض الأمور الفنية من اللي بتدى المباراة؟ بتدى المباراة في حراسة المرمى حميد وبالمناسبة هو نجم اللقاء من وجهة نظر المتواضع هو نجم اللقاء في التصدياته وثقته وقفته في الملعب يعني حميد شكله ما شاء الله في حالة جيدة عندنا مبدأ كمان بمحسن رمضان أحمد يشام سيسا أسامة الجزيرة سيف هاني فوكس إبراهيم المصري أومر خالد كاستيلو من ناحية الهجومية كان نجم اللقاء أومر خالد كاستيلو الحقيقة يعني نجح بشكل كبير جدا في المرتدات إنه يقدر يحط عدد كبير من الأهداف هنقول لكم إن شاء الله هنحاول نجيب من أرض الملعب سجل كم هدف في الشوت الأول يمكن كمان معاه أحمد يشام سيسا نجح بشكل كبير أيضا في إحراز الأهداف ولكن بدأ يعني المهم هنا إنه إحنا بدأ عندنا اتضاح أو شكل عام لللي كابتن طريق محروس بيلجأ له كابتن طريق محروس بيرجأ للدفاع الجيد الدفاع القوي يمكن الدفاع القوي ده طبعا محتمد على صخرتنا الأساسية إبراهيم المصري وبالمناسبة إبراهيم خد إقاف ثلاث دقايق مرتين خد إقاف ثلاث دقايق مرتين دقيتين إقاف مرتين دقيتين فالإقاف مرتين دقيتين يعني التالتة يستبعد من المباراة ربنا هيكرم انه يركز في الشوت التاني ما يحصلش ده بس ده مؤشر انه احنا بندافع ففرقيتنا الحمد لله بتدافع داخل فيها ستة اهداف في تلاتين ديها فاذا انت بتدافع في الوقت انت حاطت ستة وعشرين حاطت ستاشر جن في الهجوم بالمعنى ده انت مفروض في الشوت التاني تحط اتنين وتلاتين جن لو مش هنا بالمعدل ده ويخش فيك اتناشر ان شاء الله نمشي بهذا المعدل التهديفي وهذا الدفاع الجيد يبقى احنا كده نقدر ناخد بالنا ان كابتن طري محروس بيرجأ للدفاع الجيد جدا دفاع قوي يمكن اغلب المباراة كان ستة صفر المباراة ستة صفر بتقابل بدري على العيبة الشويتة عندك كمان بتيجي بعد كده الهجمة المرتدة السريعة وان باس وطو باس والموجة الاولى والموجة التانية والموجة التالتة يمكن بعد تحول الدفاع الهجومي ايضا السمترة السريعة يمكن برضو انه هيلجأ للعب السريعة وهو كان ده يعني الحقيقة بيلعب به الفترة اللي فاتت ولكن يمكن اللعيبة هضمته اكتر واكتر اللعيبة بدأت تهدومه اكتر باكتر شوفنا الجناحين بيسجلوا شوفنا الخط الخلفي بيسجل من الهجوم الخاطف والهجوم السريع يعني بالفنيا كده هو ده هيبقى اساس فرقتنا الفترة جاي دفاع جاي جدا انطلاق للهجوم بشكل جيد والاعتماد على حراس المرمى ولكن خليها يكون معاكم صريح حراس المرمى ممش هيقدي كويس الا ما بيكون قدامه خط ادفاع جيد ودفاع جيد على التسعة عشان ما يوصلش حد ليه سهل واللي يوصل حراس المرمى يقوم باللازم وخلينا اقول لكم ان طبعا عندنا تلات حراس مرمى يعني اي حد يلعب فيهم يعني يقدي نهار دا احنا حمايد بيقدي غيره هيلعب يعني عندنا ما عندناش مشكلة الطيار يعني عبد الرحمن طهى كل حراس المرمى بتقنع على مستوى عالي اي حد يلعب هيقدي طيب اداء التحكيم التحكيم حتى الان جايد باستثناء عندنا بس يعني كومنت صغير على يعني استبعاد ابراهيم المصد دقيقتين في احد الاستبعادين كان فيه يعني حتى ابراهيم اتكلم على الحكم لان الحقيقة كان فيها شك بس يعني ماشي الحال اداء التحكيم جايد يمكن اللي مساهل الدنيا اكتر علينا ان فرقتنا متفوقة 16-6 طيب وبفكركم كمان ان نتيجة الشوت او المباراة الاولى بانه بنسموحة خلصة 34-22 فواضح ان فيه تفوق حطنا 34 واحنا رايحين نحط الاسكوردة نحط التهديف ده ولكن الجديد ان احنا قللنا يعني لو قلنا معدل تهديف سموحة 22 نقطة في المباراة الاولى يعني في الشوت حوالي 11 جول 11 هدف احنا النهاردة نجاحنا نخليهم يحطوا 6 يبقى خليهم يحطوا بلو الرنج اللي هم بيحطوه او تحت الرنج اللي بيحطوه وده تأكيدا للكلام اللي قلناه في الاول ان النادي الاهلي صاحب اقوى دفاع في الدوري وقلنا لحضراتكم يعني برضو هراجع معاكم كنا قلنا لحضراتكم حلطنا كام يعني النادي الاهلي دخل في الدور الاول في 17 مباراة 419 هدف فقط 419 هدف يعني احنا لو حسبنا المتوسط على 17 مباراة قدر اقول لكم متوسط التهديف اللي بيجي فينا 419 على 17 مباراة يعني تهديف بيخش فيك في المباراة تقريبا 24 هدف او نقول 25 هدف لو قربنا الدنيا يعني معنى كده ان انت المعدل التهديفي بتاعك 24 جول يخش فيك في المباراة وده معدل تهديفي قليل يعني معنى كده ان الدفاعنا جيد طب اللي اكد المعلومة النهاردة لا ده احنا بقنا اقوى في الدفاع كمان ما شاء الله يعني ده التحليل الفني ورؤيتي للمباراة في الشوط الاول احنا اداء الدفاعي قوي زي ما هو ولكن ازداد قوة عن الدور الاول الاداء الهجومي احنا بنتكلم النهاردة حاطين 16 يعني 32 في الشوطين تقريبا انا بقول بالتقريب لو مشنا بنفس المعدل هو هو نفس التهديف بتاعنا هو هو نفس المعدل التهديفي بتاعنا يعني احنا حطين نقول مثلا احنا عندنا في حطين 608 نقطة في الدور القبل كده على 17 مباراة حطين معدل تهديف 35 نقطة 36 نقطة يعني احنا النهاردة لو مشينا بالمعدل ده بس ممكن نروح شوي الى برضو ده المعدل 32 33 24 25 هدفي بيئة احنا شغلين بنفس الشكل بنفس التحليلات الفنية لو نقبل المباراة احنا نمشين بنفس الكلام ولكن اللي زاد علينا شوية هو رقم واحد الدفاع الجيد دفاع كويس بنقابل برغم النسبوحة بيدوم عدد كبير جدا من اللاعبين الجايدين وبيجدوا الاختراقات واللعب السريع عيدا قدرنا نوقف الحلول دي حاطين ست اهداف فقط ست اهداف فقط دخلوا في مرمى النادي الاهلي في الشرط الاول وهو معدل تهديفي قليل جدا وده يؤدي او يدي انطباع ان فعلا الدفاع اللي بيقوم بنادي الاهلي تحسن بشكل كبير هنحل الجمية برضو احنا حطين 16 هدف قلنا ان ده يعادل او تقريبا نفس النسب التهديفية